اشتركوا في القناة منذ تولي سموه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وقد شارك في الاجتماع سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وجميع رؤساء الأندية الوطنية وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد بالجميع وانقل سموه لهم تحيات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مشيدا سموه بالجهود التي تبذلها الأندية الوطنية لاحتضان الناشئة والشباب من خلال تنفيذ البرامج المختلفة التي تسهم في سقل مهاراتهم وقدراتهم الرياضية على الشكل الذي يهيئ لهم الفرصة لتقديم الأداء والمستوى المميز خلال المشاركات المحلية والخارجية وتعزز فيهم قيم الولاء والانتماء والوطنية وأكد سموه أن المشهد العام يسير نحو التعافي من جائحة كورونا والعودة إلى الوضع الطبيعي بعد المؤشرات الإيجابية الأخيرة التي خلصت إليها الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء والتي ساهمت في فرض إجراءات احترازية لحماية المجتمع وبخاصة الرياضي من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا مضيفا سموه أن الهيئة العامة تعمل على معالجة كافة المعوقات من خلال تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج التي تهدف لتطوير المنظومة الرياضية بالصورة التي تحقق المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي وخلال الاجتماع بيّن سموه ليتتلقي طلبات واحتياجات الأندية من خلال التواصل المباشر بالهيئة صعيا لمعالجتها وتذليل الصعوبات من أجل رقي العمل المؤسسي بالأندية وتطبيق معايير الجودة والحوكمة التي تنتهجها الهيئة العامة للرياضة وناقش اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع الرؤساء سياسة العمل بالهيئة التي ستعتمد سياسة الأبواب المفتوحة بين الهيئة وجميع الجهات الرياضية وما ستشهده الفترة القادمة من خطوات تنظيمية تساهم في تنفيذ خطط ترتقي بالنظام الإداري والمالي والرياضي بالأندية وذلك وفق مؤشرات لقياس الأداء والنتائج بهدف الوصول إلى أهداف الاستراتيجية التطويرية لزيادة الاستثمارات والإيرادات بالأندية والتي تساعدها نحو التحول إلى شركات تجارية وفي ختام الاجتماع أكد سموه استمرار الدعم للأندية بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة حثا سموه جميع الأندية على فتح أبوابها لاحتضان المزيد من الناشئة والشباب وتشجيعهم للمشاركة في مختلف الألعاب الرياضية ذلك بهدف شغل أوقات فراغهم واكتشاف لاعبين موهوبين ومميزين موجها سموه الهيئة لوضع نظام لحماية حقوق الرياضيين بالصورة التي توفر لهم البيئة المثالية التي تدفعهم لمضاعفة الجهود من أجل تقديم أفضل المستويات وتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر